اشتركوا في القناة فأقول وبالله التوفيق أولى الأستاذ عبد السلام يسين رحمه الله عز وجل مسألة الأخلاق مكانة مركزية في مشروعه التجديد حيث خصها في مشوراته ومواعظه وتسجيلاته بموقع متميز لا يضاهيه إلا ما خصه للتربية والعدل من اهتمام وبحث ودراسة وبذل رحمه الله جهدا جهيدا متواصلا بتأصيلها وتثبيتها فكرا وسلوكا وبين أنها من المقومات الأساسية للشخصية المؤمنة ومن مقتضايات قيامها بوظيفتها الدعوية الإحيائية ومن أساسات العمل الإسلامي الهادف في واقع كسف فيه الدين وانتشر التفسخ الخلوق لفعل فساد الحكم وتهجين الأخلاق الثقافي وعلى هذا الأساس وضع الإمام رحمه الله عز وجل وإخوانه برامج التربية على الأخلاق الإسلامية الراقية وعرفت طريقها إلى التنفيذ في جماعة العدل والإحسان قصد إخراج نماذج صالحة تفعى على قدميها في المجتمع في أفق إحيائها في الأمة وإعادة بناء من هد منها فما هي المعالم الأخلاقية التي اعتمدها الإيمان في بناء الإنسان مؤمن ليكون شامة بين الناس يصدق فعله قوله وينتظم في سلك الدعوة بفاعلية وفعالية ويحمل الرسالة المحمدية بصدق وأمانة وما هي الوسائل والبرامج التي تبناها الإمام وإخوانه في تربية الأعضاء لتتجلى فيهم مقوماتها ويترجمونها إلى سلوك في واقع مرذول فاسد وكيف تحافظ الدعوة على مصداقيتها الأخلاقية حين ترج الساحة السياسية وتخالط واقعها المبوء إشكاليات وأسئلة تعمل هذه الورقة على إجابة عنها من خلال ثلاثة محاور محور أول يبرز مواقع موقع التربية أخلاقية في التربية الإيمانية الإحسانية ومحور ثاني يبسط أهم المعالم الخلقية التي اعتمدها في بناء أتمدها الإمام والجماعة بالطبع في بناء الجماعة ورعاية أعضائها ومحور ثالث يتطرق بشكل مقتضب للوسائل والأسالب التي تستعملها الجماعة لغرس الأخلاق السامية في أعضائها ففي محور مكازيس التربية الأخلاقية في التربية الإيمانية إحسانية أقول بإذن الله تمثل التربية الإيمانية الإحسانية في تصور الإمام مضار تجديد الدين وأساس نهضة الأمة وتتغيى المقاصد السامية والغايات الكبرى من تشوف لمقامات الإحسان وإقامة العدل في الأرض وهي تربية جامعة على شعب الإيمان التي تمثل كما يقول الإمام ركائزة سلوكية لا يمكن يطامح في مقامات الإحسان والسلوك طريق العثان أن يتجاوزها أو أن يتنكبها وإلا كان كمن يبني على غير أساس وقد حدد رحمه الله عددها في سبعة أي شعب الإيمان في سبعة وسبعين ما من واحدة منها إلا ولها بعد أخلاقي بل نصفها أخلاق محضة فالتربية الأخلاقية تحتل في التربية الإيمانية الإحسانية مركزها وفي اهتمامتها لبها فالخيرية في الدين يقول الإمام رحمه الله لا تكون بالتدين لكن بالأفضلية في الخلق وإلا كانت هذه التربية ناقسة مثلومة كثيحة لا تطيب ثمرتها ولا يستقيم ظلها وتروم التربية الإيمانية الأخلاقية تربية العضو على الأخلاق الفاضلة التي باكتسابها تتم الملامح الخلقية التأهيلية للتربية المجاهدة فهي جماع الخير كله ومعقد الفاعلية جهادية والوجه الباسم المحبب الجداب للدعوة كما يقول رحمه الله كما أكد أن قوة الإيمان الفاعلة المعززة بأخلاق الإيمان هي القوة الداتية والعامل الحاسم في معركة الإسلام ضد الجاهلية فقال إن النفوذ السياسي الضروري لنا إنما يتكون من مجموع النفوذ الإيماني الأخلاقي الفكري الأدبي الذي يتاح لنا وسط الشعب يجب أن نحرز على النصر يقول الأخلاقي الأدبي إعدادا للنصر التام وحذر رحمه الله من أن تتلاشى الحركة الإسلامية ويضمحل معناها إن صبغها الوسط السياسي الذي لا بد أن تخوضه بصبغته وفي المحور الثاني المتعلق بالمعالم الأخلاقي التي اعتمدها الإمام رحمه الله في تربية العضو وبناء الجماعة أقول اعتبر الإمام رحمه الله سوء الخلق ونقصها ورداءتها وما يترتب عنه من تعامل خش وفضادة وعنف أو صاخا ظاهرة لضعف الإيمان وتناقصه وقصوة القلب وغلبة النفس الأمارة بالسوء فقال من كانت نفسه منطوية على خوفها ومرضها أنها يكون شفاء لغثائية الأمة وعرابيتها وهو حامل الجرثومة بين جنبيه كما اعتبر رحمه الله أن ضيق الخلق يمنع من صلاحية الدخول في صف الدعوة إلى الله فمن نقصت ونقص أيضا أخلاقا وسعات صدر وحلما كانت في الدعوة كالجندي المبتور الأعضاء في ساحة القتال مهما كان علمها فضيق خلقها يحطها عن دراجة الأهلية يقول الإيمان فضعف الخلق خرم تنصب منه العلل والأوبئة إلى الدعوة إلى صف الدعوة ويفتح الباب على مسراعيه أمام الفتن والانحرافات والانشقاقات من انسياق إلى الأفكار التكفيرية والعنف أو الاستجابة لنداء الغريزة وشهوة النفوس والانزلاق في متاهات الدنيا فيتناقض للدعاء والواقع أو الانسياق نحو التصالح البليد كما يسميه الإمام رحمه الله مع الواقع بالتنازل عن كثير من عناصر النظام القيم الأصيل والردخ بالأمر الواقع والاستكانة إليه بحجة التعايش والحكمة وضرورة المشاركة في اللعبة القائمة والقبول بقواعدها وأخلاقيتها كما سنها المتنفذون فيختل حينها المشروع والمبادئ وينقض بناؤه قبل التأسيس واعتبر إمام رحمه الله امتلاك النفس ومخالفتها وكبح جماحها وحملها على الحق منطلقة تربية الإيمانية الأخلاقية ومتغاها فرأس الخلق الكامل يقول امتلاك النفس دون هذا أمان معسولة وغرور وتخبط وتير لا تغني في سلوك الطريق إلى الله عز وجل وطلب المعالي شيئا وأقتصر في ذكر المعالم الأخلاقية التي اعتمدها الإمام في تربية العضو وبناء جماعتي على خمسة كبار جامعات شاملات وهي محبة الله ورسوله والصدق والسمت والبذل والتؤذة فمن أهم ما تتغياه التربية الإيمانية الإحسانية في تصور الإمام التربية على الحب تربية تمثل محبة الله ورسوله جوهرها وأساسها وأول خيط في حبلها وأسبق ما يتربى عليه المؤمن والمؤمنة بالصحبة المنهضة والذكر المستمر والإقبال على الله بالفرض والنفل وتعظيم حرمات الله وشعائره حتى تستقر في قلوبهما وتظهر في حالهما وتصرفاتهما وحركاتهما وينخرط في مشروع تجديد الدين وإحياء الأمة ومن نور هذه المحبة ينثاب وينبثق الحب في الله عز وجل وهو من أوثق عرى الإيمان ومن صفات المؤمنين المتأصلة وخاصية من خصائص الجماعة المؤمنة فمصير الفرض لا ينفك عن مصير الجماعة وسلوكه طريق الإيمان والجهاد إلى الغاية الإحثانية لا ينفصل عن السلوك الجهادي الجماعي بل هو شرط مشروط في نيل الدرجات العلا في الآخرة كما يقول إمام رحمه الله كما أنها عماد الحضارة أخوية ومجتمع الرحمة من الشودان ومن أهم من يشملهم هذا الحب الوالدان والأهل وذو الرحم فلا مكان في الجماعة لعاقل والدين ولا لقاطع رحمه وإلى جانب الحب في الله تمثل التربية على النصيحة والشورى بأدابها الشرعية من تعظيم المؤمنين وحسن ظن بهم وحسن استماع وحسن تداول أهم العواصم من أخطار الخلاف والاستداد بالأمر الذي يمثل كما يقول الإمام أعظم الأخطار التي تتهدد العمل الدعوي جماعي ومن حب الشهرة والرئاسة وهو الداء العضال والمرض الخطير الذي يذهب بالتقوى ويخرب الأخوة كما يقول رحمه الله ويمزق الصفة مزعا هزيلة متنافرة متنازعة لا شوكة لها ولا ريح يقول إمام رحمه الله خير الآخرة يفوتنا إن كانت الهمم الفرضية والاهتمام الجماعي غاصة في مستنقع التنافس الرديء على الرئاسة الدنيوية ومن أهم ما يرب عليه المؤمن والمؤمن في الجماعة ويختبر الصدق صدقهما في طلبهما وجه الله عز وجل والإقبال عليه وصدقهما في علاقاتهما بالناس وتعاملهما معهم وصدقهما في أدائهما لواجباتهما الدنيوية ومهامهما الدعوية ويصف الإمام رحمه الله الصدق بكونه الشرط الأول للسلوك والمنزلة العظمى وسيف الله في الأرض ويقول فمهما أخلى العبد بشرط الصدق قطعه سيف الله كما أنه عتبة لتمييز العناصر الصالحة من غيرها ومتى فرط جند الله في هذه النقطة يقول الإمام متى دخلتهم العناصر المنافقة متى كان في تربيتهم وتنظيمهم ما ينافي الصدق نزلوا إلى مستوى أعدائهم وخصومهم وتخلف عنهم نصر الله ومن باب التربية على الصدق تعمل الجماعة على تربية العضو على الفتوة بما هي شجاعة شجاعة على النفس وعلى امتلاكها أولا ثم شجاعة على امتلاك اقتحام العقبات ومواجهة الصعوبات والتصدي بالرفق والحكمة للظلم والطغيان وبما هي خدمة سعي لقضاء حوائج الناس والتواضع لهم والعمل من أجل إنصافهم ورفع الظلم عنهم وبما هي تواضع وهو فضيلة مقابلها المرضي الاستعلاء على الخلق ومهدوية مقيتة تدعي الهداية دون الناس ومن باب التربية على الصدق دائما يربى العضو على الدقة والإتقان فيما ينجزه من عمل فإن اكتفينا بصلاح النيات يقول الإمام ولم نعطي لأعمالنا ما تسوجب من إتقان وما يؤهلها من إيجادة فيليق بنا أن ننزوي في ركن هادئ من أركان التاريخ فعلى الإحسان يقول نربي أجيالنا وعليه ننظم صفوفنا ومن أهم ما تسعى إليه التربية الإيمانية الأخلاقية تربية المؤمن والمؤمنة على السمت الحسن في مظهرهما ومخبارهما وهو زيال قصد الجاهلية وهيئاتها ونموذجها الضاربة أطنابه في مجتمعنا وعلى خلق الحياء وهو أبو الفضائل يقول الإمام روح تسري في قربات العبادية وفي العلاقات البشرية بين الأعضاء بعضهم بعضا وبينهم وبين الناس عامة ومن السمت الحسن تميز الجماعة في تحركها المبارك بخطاب يمتح من معين القرآن وسلوك ومواقف ناصعة واضحة تجلل الناس ما دتعني الحياة الإسلامية بالنسبة لمستقبل الأمة ومستقبل كل فرد وكل فئة كما يقول رحمه الله كما تعمل التربية الإيمانية الأخلاقية على تربية المؤمن والمؤمنة على البدل البدل الجامع لكل معاني العطاء والإنفاق والإيثار بدل قصار الجهد والمال والنفس والوقت لاقتحام عقبة الشح والارتقاء على مدارج الإيمان والمشاركة الفعالة في نشر دعوة الله عز وجل وخدمة الصلاح العام وبناء مجتمع العمران الأخوي ومن البدل إتاء ذي القربة واليتامة والمساكين وإطعام الطعام وغيرها من أخلاقية ثامية تنظم عضاقة مرء بالناس حوله وبمحيطه ومن أهم ما تسعى إليه التربية الإيمانية الأخلاقية تربية المؤمن والمؤمنة على التؤذة وهي من أهم خصال النبوة يقول الإيمان وجماع أخلاق إسلامية رافعة ومكارمة عالية كالصبر وتحمل الأذى والآنات والحلم ورحمة الخلق والرفق الرافد للعنف بجميع أشكاله وأنواعه وصوره ولجرثومة الغلو وهو من العيلة لغثائية المرضية وغيرها من أخلاق تحث على ضبط النفس والتريث والرزانة في العمل والتأني في التذبير والتوسط في السلوك بين الإفراط والتفريط وإلا فمن أخطر المنظار التربوية والآفات التنظيمية شرة الوارد المندفع ونشوة الحركة وتضخم الأعداد على حساب النوعية والاستعلاء على الناس فما هي الوسائل والآليات التي تبناها الإمام وإخوانه واستعملوها لغرص مكارم الأخلاق في الصدف والجماعة؟ اعتمد الإمام والجماعة التربية الإيمانية الإحسانية وسيلة أساسية لإعداد الشخصية الإيمانية المتكاملة البناء تربية هي المبتدأ في فكر الإمام وغيرها الخبر وهي الأساس وغيرها البناء فالأخلاق كباقي الفضائل تكتسب بتعويض النفس عليها وتدريبها وإزامها على محامدها وتقوم التربية الإحسانية على شروط ثلاث أولها الصحبة والجماعة اهتداء بدو الأخلاق السامية واهتداء بهديهم وتأدب بآدابهم واندماج في بيئة إيمانية سليمة تعم سلامتها الواردين وصحية تستشفى فيها الأنفس المريضة وصالحة يتجدد فيها النموذج الأخلاقي الإسلامي روحا وسلوكا ثانيها برامج وأنشطة تربوية ومشاريع اجتماعية دعوية فرضية وجماعية عامة وفئوية تلين بها طباع النفوس وتتذرب على محاسن الأخلاق وتنطبع بها من خلال عمل اليوم والليلة ومن خلال الوقوف الجماعي في افتقار وتذلل بين يدي الله عز وجل والتوجه إليه في المجالس التربوية والعلمية للجماعة جنبا إلى جنب كبارا وصيراغارا أعضاءهم مسؤولين ومن خلال دعاء الرابطة الرابط بين المؤمنين والتواصل والتناصح والتزاور والمشاركة والتكافل والتعاون وعبر أنشطة دورية وموسمية يتعرض فيها الأعضاء جماعة لنفحات الرحمة الإلهية وعبر تطوع ميداني يهيئ فرصة للمؤمن ليعرف مشاكل أمته ويلتصق بواقعها ويعاني آلمها ويتهيئ لحمل أعبائها كما يقول رحمه الله وتختبر بواسطته الأخلاق على محك الممارسة والتعامل اليومي مثل الأيام المحمدية وأسبوع صلة الرحم وأسبوع إصلاح ذات البين وغيرها بما يتم إبداعه من أشكال تقتحم بها عقبة الحصار المشدد الظالم وثالثها إخلاص وصدق وقابلية للتربية والتخلق بالأخلاق الحسنة وإلا فإنه يقول الإمام لا فائدة من ضرب الحديد البارد ولا فائدة من محاولة تربية من ليس له استعداد وفي الختام تبينت لنا من خلال هذه المداخلة المقتضبة الأهمية بالغة التي أولاها الإمام رحمه الله لمسألة الأخلاقية تربية وتنظيما وزحفا حيث جعلها في صلب فكره التربوي ومشروعه التجديدي أنشأ عليها الجماعة ورب عليها أعضاءها وقد كان الإمام رحمه الله نموذجا ساطعا للتأسير برسول الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وحركاته وسكناته ومثالا حيا شامخا في سماء الأخلاق والفضائل مثال العالم الرباني العامل الموصول بالله عز وجل المقبل عليه في انكسار وافتقار وتبأس وحسن ظن به المحب المؤمنين يعظمهم ويوقرهم المتهم بأمر الأمة وقف حياته لخدمتها وتجديد دينها وكان رحمه الله آية في الصدق صدق ما عاهد الله عليه وانتهى أفضلا مما بدأ مات شامخا رحمه الله والتحق بركب أعلام الأمة وعظمائها لم يعطي الدنية من دينه ولم يغير ولم يودل فرحم الله الإمام وجزاه عن أبنائه ومحبيه والأمة جمعاء خير ما جزى مرشدا عن أصحابه ومربيا عن تلامدته والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة